كان في عنا تمرين حكا ليستخدم عبدالله دلو ماء مربوطاً بحبل لرفع الماء من البئر إذا كانت كتلة الدلو وهو مملوء بالماء 15 كيلو جرام ومقدار أكبر قوة شدية تحملها الحبل قبل أن ينقطع 180 نيوتن والحبل مهمة للكتلة وغير قابل للاستطالة فحسب أول شيء طلب مننا نطلع HMS وهي قوة الشد في الحبل إذا سحب عبدالله دلو إلى الأعلى بتسارع مقداره 1.5 متر لكل ثانية أول شيء مباشرة نطبق على القانون وهو عندنا F-T-F في الجيب تتاوي HMS عندنا M مضروبة في A فحكينا مباشرة في هذه الحالة شو بنعمل يمس؟ بنجمع بنهي عندنا MLG مع MLA فبتصير عندنا اللي هي 15 ضرب 10 زائد 15 ضرب 1 ونص طيب تمام بيطلع معانا 150 زائد 22 ونص بيطلع معانا ناتج قداش يمس 172 ونص نيوتن طيب تمام هذا بالنسبة للمطلوب الأول إنه إحنا شو ننطلع لهو قوة الشد اللي سحب فيها عبدالله للأعلى بمقدار التسارع طيب تمام ننتقل للمطلوب الثاني حكالي أكبر تسارع يمكن أن يسحب به الدلو قبل أن ينقطع الحبل مباشرة بنطرح إذن عندنا يمس F-T من F-G ما بنضرب بتتاوي عندنا اللي هي F-A ما بدنا إذن شو نعمل فيها في هاي الحالة يمس؟ بنطرح المية وتمانين من المية وخمسين طيب مس المية وتمانين من وين جبناها؟ هاي هو أعطاني أكبر قوة شد ممكن أنه يتحملها المية وخمسين مس من وين إحنا جبناها؟ المية وخمسين إحنا جبناها من خلال لما أعطاني هو حكالنا إذن أكبر تسارع تمام إذن عندنا بنطرح حكينا اللي هو قوة الشد اللي بيتحملها عنا الحبل قبل ما ينقطع ناقص إيش عنا يمس؟ اللي هي الكتلة فبيطلع معنا الناتج اللي هو 15 بدنا نساويها إذن بنطرح المية وتمانين من مية وخمسين ويساوي اللي هي عنا إذن 15 ضرب A في M الميكس فبيطلع معنا الناتج إذن أداش يمس اتنين متر لكل تاني تربية طيب تمام نساوي